بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأسداد محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم اليسر والسماحة الجزء الثالث تعليمات هامة في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال لنتفق على هذه الثلاث تعليمات يجب أن نكون بتركيز كامل حتى الوصول إلى نهاية هذا الدرس كذلك الكتاب يجب أن يكون معي وكذلك القلم لأحل الأنشطة الموجودة لدينا في الكتاب كذلك أبتعد عن كل ما يشتتني عن الدرس اتفقنا لنبدأ على بركة الله أتأكد أن الكتاب الذي لديه هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة عندنا الدرس الرابع اليسر والسماحة وهو من أخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما نستمع إلى كلمة اليسر يا أبطال ما الذي يتبادر إلى أذهاننا؟ اليسر والسماحة اليسر وشيكون اليسر دائما أسمع كلمة اليسر يعني أقرب كل من في ذهنك يا بطل وشيكون اليسر يعني اليسير دائما هو الشيء اليسير السهل والأسهل هو اليسر وعكسه العسر وهو الشيء يكون صعب هذا هو اللي واضح من عنوان الدرس والسماحة السماحة هذه كذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لو أحد أخطأ عليه بشيء من أمور الدنيا ما كان يخطي عليه أو ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام فالسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا أحد يخطي عليه ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه فهذا هو المعنى لليسر والسماحة يا أبطال ونفصلها بشكل أكبر بإمكانكم إذا لم يكن لديك الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا الباركود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الإلكتروني الهدف العام ندينا أن يتعلم الطالب والطالبة أن اليسر والسماحة من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأهداف التدريسية أن يفهم الطالب والطالبة معنى الحديث بشكل صحيح أن يقتدي الطالب والطالبة بصفتي نبينا عليه الصلاة والسلام اليسر والسماحة بشكل صحيح أن يتعرف الطالب والطالبة على مفردات الحديث بشكل صحيح إذن يا أبطال هنا لدينا الحديث رواته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دائما يا أبطال عندما نتكلم عن حديث ما الذي نقصد بهذا الحديث الحديث هو نص لكلام تحدث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو أحد الصحابة يكون رأى فعل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي نقصده عندما نتحدث عن حديث أنا نقول أن نعلمكم حديث عن نبينا محمد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال كلام ينفعنا عليه الصلاة والسلام في ديننا أو دنيانا أحد من الصحابة الذين كانوا قريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ينقلون هذا الخبر عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سواء كان تحدث بهذا الشيء أو فعل هذا الشيء من هذه الأحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوجة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يا أبطال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير الرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها فينتقم لله سبحانه وتعالى بها إذن من المهم جدا يا أبطال من المهم جدا عند سماعنا لهذا الحديث أن نفهم المعنى معنى الحديث كامل يدل على ما تدربنا عليه في دروس سابقة عن اليسر والسماحة وأنه من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فباليسر الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين وش يعني ما خير بين أمرين يعني كان عنده خيار يختار أمر سهل وأمر صعب إلا اختار أيسرهما اختار الأيسر من هذه الأشياء إذا كان من أمور الدنيا ولا في شيء بعد حرام يعني ما هو أيسرهما لو كان وقت الصلاة مثلا ما ذكرنا لو كان وقت الصلاة مثلا وأنا ألعب أقول الأيسر عندي الحين ألعب بعدين أصلي لا أنا ما الأوامر اللي أمرني الله سبحانه وتعالى بها أتبعها ولكن يعني مثلا لو كان عندي مثلا بالحر يقول أنا ما أبغى أشرب الموية ولا بموية بالدها أبغى أتعود على الصبر قول موية موجودة عندك لا الرسول صلى الله عليه وسلم دالنا دائما على أنه يعني إذا خير بين أمرين و عنده أمرين متاح له كل الأمرين فأنه يأخذ أيسر هما كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه ما معنى ما انتقم لنفسه يعني لا يوجد أحد مرة أتكلم عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم و في شيء من أمر الدنيا فما انتقم لنفسه يعني ما قال أنا أخذ حقي منك لا ما أنتقم لنفسه متى يغضب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أحد تعدى على شيء من الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فإنه ينتقم لله هو يغضب لأن هذا الشخص الذي أمامه أو أحد تكلم بشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو فعل فعل لا يرضي الله سبحانه وتعالى فينتقم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لله من هذا الشخص أو من هذا الفعل إذن تبينت لنا معاني الكلمات في هذا الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان له الخيار بين أمرين يعني يختار منهم إلا أخذ الأيسر ما لم يكن إثما مثل ما ذكرنا يا أبطال إذا كان إثم فأنه كان أبعد الناس منه و من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ما يستفد من الحديث أولا أختار الأيسر من الأمور ما لم يكن إثما إذن مثل ما ذكرنا يا أبطال دائما أختار الأيسر إذا كان عندي أمور فأني أختار الأيسر منها دائما إذا كان عندي الخيار بين أمرين أختار الأيسر والأسهل ما أقول أختار الأصعب من هذه الشيئين دائما أختار الأيسر وهو هذه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا في ذلك ثانيا أبتعد عما فيه إثم ولو رغبته نفسي الشيء الثاني لكن لازم أنتبه لو كان هذا الشيء أنا أبغى هذا الشيء ولكن فيه إثم فأني أبتعد عن هذا الشيء ولو كان نفسي ترغب بهذا الشيء فأنا أكون بعيد عنه هنا لدينا هذا النشاط يا أبطال من خلال ما تعلمنا أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة معنى كلمة بين أمرين هل هو عقاب أم بين أمرين من أمور الدنيا نختار الإجابة الصحيحة منها أحسنتم بين أمرين من أمور الدنيا بين أمرين من أمور الدنيا معنى كلمة أيسرهما يا أبطال تدربنا عليه هل نقصد فيها الأخف ولا الأصعب معنى كلمة أيسرهما يعني الأخف ولا الأصعب من هذه الكلمات يا أبطال شاركوني بمعرفة الإجابة أحسنتم المقصود بأيسرهما هو أخفهما هذا الذي نقصده بأيسرهما إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إذا خير بين أي من الأمور فإنه دائما يختار الأيسر منها ولا يختار الأصعب من هذه الأمور فنقتدي به عليه الصلاة والسلام ونتأكد دائما أنه ما لم يكن إثما يعني ما يكون نسوي شيء حرام مثلا نلعب كورة وتفوتنا عن الصلاة أو نلعب بالأيباد وخلي يفوتنا الصلاة أو ما نأدي الصلاة فمهم جدا يا أبطال ننتبه إلى هذه النقطة إذن نتأكد من الحل لدينا معنى كلمة بين أمرين يعني بين أمرين من أمور الدنيا أضع حولها دائرة يا أبطال بين أمرين من أمور الدنيا السؤال الثاني معنى كلمة أيسرهما أخفهما أم أصعبهما بمعنى أخفهما إلى هنا يا أبطال أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب الاستماع والمشاهدة سعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى طبتم وطابة أوقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته